دعوني أبسطها من الآخر الكثير يريد أن يفرق بين هيرتز والFPS بين معدل التحديث وبين عدد الإطارات في الثانية دائماً نذكر هذه المصطلحات، وفي التقنية تنذكر، وفي أجهزة البلاي ستيشن 5 الجديدة وأجهزة الأكس بوكس تنذكر وتنذكر أيضاً في الجوالات، وفي الشاشات، وفي أيضاً المونيترز الكمبيوتر ما الفرق بين الاثنين؟ وما الموضوع ببساطة؟ FPS عدد الإطارات في الثانية كلما زادت الإطارات، كلما سترى الصورة جيدة هيرتز عدد مرات إنعاش الشاشة لنفسها يعني هي تريد تعرض صور، كم مرة تعرض صورة في الثانية؟ لو قلنا 60 هيرتز، يعني 60 مرة بتبين الصورة في الثانية بترجع تنعشها أو بتحدثها هذا الأمر يعني إذا عندكم جهاز مثل البلاي ستيشن 5 قاعد يعطي 120 هيرتز وعندكم شاشة تشغل فقط 60 هيرتز ما سيحدث؟ الشاشة لن تلحق على عدد الإطارات، وبالتالي أحد أمرين البلاي ستيشن تلقائياً ينزل الإطارات إلى 60 إطار في الثانية للتوافق مع 60 هيرتز معدل تحديث وترى الصورة جيدة أو لو كان الكمبيوتر قاعد يعطي 200 إطار في الثانية والشاشة لا تلحق على 60 هيرتز، يحدث شيء اسمه فريم كروبينج فريم بريك ترى الصورة لو وقفتوها، ستجدون أن هناك شكل غير الشكل حلو؟ فعدم تناغم بين الصور التي تأتي من الكمبيوتر للشاشة والصور التي تعرضها الشاشة لأنها لا تلحق الكمبيوترات لديها قدرة مطبيعية في إعطاء عدد إطارات في الثانية كبير لأن هناك قطع هاردوير مثل جي بيوز وكروت الشاشة والممرة قوية وحديثة ومطورية جهزة الألعاب يضع حد أقصى لعدد الإطارات في الثانية المطورين من الألعاب يمكنهم أن يختاروا هذا العدد أو يقللوا منه نحن للبلاي ستيشن 5، مكتوبة الكرتون 4K 120 يعني هذا الجهاز قادر على إعطاء جودة صورة 4K عدد إطارات في الثانية يصل إلى 120 إطار ليس كل الألعاب تفعل ذلك أبداً، مطور الألعاب هو الذي يختار يصل لها المستوى العالي بالإطارات أو يجعلها 60 إطار أو 100 إطار يضبط أموره وانتهينا نأتي على اللعبة والذي يلعب اللعبة والذي يشغل المحتوى على البلاي ستيشن شاشتك في البيت تعطي 120 إطار ستأخذ التجربة كاملة إذا الجهاز يدعم إذا اللعبة تدعم شيك ومدري وأيضاً إذا الشاشة تدعم فأموركم طيبة أما إذا هذا الأمر لا يحدث ونقلل من عدد هيرتز في الشاشة من خلال الإعدادات أو الأمر يصبح تلقائي وتحصلوا بكل بساطة على أجوة صورة وتفرق معكم بشكل رائع ولكن لا تكون فرق جداً كبير للعاب العادية يلعب ماريو ويبغى فريمز بر سكنز عالي ومنطقي تلعب فريمز برشن سووترز الذي قام بسلاح بلاك أوبس أو أشياء كذلك تفرق لأنه ثواني ستفرق معكم معدل التحديث والشيء الجديد من المعلومات التي ترونه وعقلكم كيف يحلل هذه المعلومة ويتخذ القرار عليها أما لو تلعبوا أشياء عادية وماذا الفرق؟ لا يوجد فرق هل بلاي ستيشن وإكس بوكس يكذبوا بعدد ١٢٠ هرتز في الثانية؟ لا، لا يكذبوا مثل كروت الجرافيكس الموجودة على الكمبيوترات وهي تعطي حد أقصى وعلى بعدين البرمجة والمحتوى يجيب هذا الحد الأقصى الإكس بوكس والبلاي ستيشن تأتيهم دائماً تحديثات وبالتالي يجيبوا ١٢٠ فريمز بر سكنز فالهرتز ليس من البلاي ستيشن وبلاي ستيشن لا يدخل في الهرتز ولا يدخل في الكمبيوتر والشاشات تحسبها الهرتز والأجهزة التي تعطيه محتوى ١٠٠ فريمز بر سكنز معدل الصور في الثانية الواحدة فالجوال الذي يوجد ٩٠ هرتز صورة نعمة ١٢٠ هرتز صورة مرة خرافية وانتو قاعدين تحركوها بالذات في الألعاب والمحتوى المرهي إذا المحتوى يعطيها بإذن الله بسطتها وشاركوا الفيديو مع من أحببتم وفي نهاية الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك أراكم على خير بإذن الله